وإلى صفقات اللاعبين المحليين وقع اللاعب أمين العمالي على عقد مدته موسمين مع ملودية وهران حيث أصبح بذلك ثالث الوفيدين إلى الفريق خلال هدية صائفة حيث أكد على أنه جاهز للمساهمة في إعادة الفريق إلى مكانته ملودية وهران نبغيها حاجة اللولة هذه ونظن باللي الإنساني كيبلي ما عندهاش بروبلام في نوسهي ولا مشاكل في الفريق ولا هذه الحاجة اللي حبستني باش ننضم لهذا الفريق أسكن الناس قادة هادراء البريسطاني هادروا فيه في الخير وأنا تمنيت باش نكون في هذا الفريق وربي يوفقني وراني فيه إن شاء الله هذا هو الثلاثيين بروكلية حد العام أعتقد أن العمالي هو جوة التي نسحقها الفريق لأنه لا يوجد للمساهمة 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 يجب أن نخلق المساهمة للمساهمة